أبحاث ودراسات واتجاهات علمية حديثة تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة لحماية النباتات في فصل الصيف من العوامل الطبيعية كدرجة الحرارة وغيرها من الأمور التي تؤثر عليها الحفاظ على السمات الطبيعية للبيئة النباتية هو أحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مختلف جهات الدولة لحماية الغطاء النباتي لجعله مكانا أكثر صحة وجمالا استمرار درجات الحرارة بالارتفاع عاما بعد عام يؤدي إلى فقدان البيئة المحلية للكثير من أنواع النباتات بسبب عدم قدرتها على تحمل الارتفاع في درجات الحرارة إذن على الجهات المسؤولة أن تول اهتماما كبيرا لمشاريع التشجير استنادا إلى رؤية استراتيجية للتقليل من الأثار السلبية الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة نحفر الآبار السطحية نحن عارفين عندنا مشكلة بدولة الكويت وهي ارتفاع المياه السطحية والتي تأثر بالطبع على أساسات المنازل إذن لنعمل حل باتجاهين أن نستخدم هالمياه في نفس الوقت لحماية الأساسات وريء النباتات أو النقص في كمية المياه المطلوبة هناك توجه وقعتم حاليا التنسيق مع وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة لعمل تحلية المياه أو التناضح العكسي دراسات علمية وأبحاث تتضمن إدخال النباتات الفطرية ضمن مشروعات التجميل والتخضير وتكون كويتية المنشأ لتتحمل البيئة المحلية دون جهود بشرية في دراسات قاعدين نكثفها حول استخدام النباتات البرية ليس كبديلة بس يعني متوافقة مع النباتات الثانية أو ندخلها مع النباتات الثانية بحيث أنه يتم استقلالها في زراعة التجميلية طبعا الناس ما يرغبونها أو بعض الناس على أساس أن شكلها دائما يكون شوية مو جميل جدا نفس النباتات اللي بالشوارع وبنفس الوقت فيها شوك كثير بس ولكن هذه أنا أعتقد من النباتات اللي مستقبلها المفروض يتم التركيز عليها بدل النباتات الدخيلة اللي من برها لأنها توفر طبعا عليك المياه الصيانة النباتات هذه ما تحتاج مياه ما تحتاج تسميد أما عن تحرك جمعيات النفع العام الخاصة بالبيئة فهي تقوم بعدة حملة توعوية لوقف التدهور السريع الذي تشهده مشروعات الدولة التجميلية نحن بالنسبة لنا كجمعيات النفع عام نعطي توصيات للجهات المسؤولة للجهات المعنية الجهات الرسمية بالمزيد من العناية والاهتمام بأجار النخيل سواء كان في فترة الصيف أو حتى طول على مدار السنة الآن بعض الشكاوى اللي جوني في الشوارع وغيرها هذه متعلقة في جهات تانية مثلا في قضية المياه قضية الشركات الزراعية وشركات المقاولات اللي ماسكها هذه المشاريع ربما تكون العوامل الطبيعية هي السبب في موت النباتات في فصل الصيف ولكن يوجد يد إهمال لم تحرك ساكنا لإنقاذها لتخفيف لهي بدرجة الحرارة عليها مروم حرم تلفزيون دولة الكويت